لعبة دستيني اشكال جديدة ومرة يعني من النهاية كانت مرة ممتعة واكثر شي مرة عجبني في دستيني 2 انه الان بامكانك انك تشوف البابليك افنت متى بتحصل وين بالضبط وبيعطيك خبر قبلها بخمسة دقائق مثل ما انتو شايفين في الماب يبين لي بالضبط متى حيبدأ البابليك افنت وهذا الشي كان من جد مزعجنا في الجهزة الاول في الجهزة الاول كنا نستخدم برامج كنا نستخدم مواقع بس عشان نعرف فان البابليك افنت بيحصل وبعض الوقات يكون صحيح وبعض الوقات يكون خاطر وايضا بامكانك معرفة ويش نوع البابليك افنت اللي بيحصل لعبت اكثر من البابليك افنت وفيه اشياء جديدة وفيه اشياء موجودة من الجهزة الاول بسهو لكن اللي موجودة من الجهزة الاول مغيرين فيها بعض الاشياء يعني على سبيل المثال تتذكرون عن كبوتر كبير اللي ينزل بعدا لازم تضرب رجوله بعدا تضرب راسه عشان يموت موجود نفس البابليك افنت بسهو لكن مغيرين بعض الامور في له انه مو انه ينفتح راسه وخلاص تطلق عليه ويموت لا اذا طاح راح ينزل زي الكورة كورة هذه تشيله توديها زي المحل عشان تفك سلاح كبير او بازوكا وتاخد السلاح هذا تقوم تطلق عليه عشان يسهل عليك انك تقتله اما من غير البازوكا هيصعب عليك وحياخذ منك وقت مرة طويل وفيه بابليك افنت جديدة في ديستيني 2 شوفنا اشياء جديدة انا بصراحة لعبت اكثر من واحدة في بعضها ما فهمت كيف طريقتها لانه كان في معايا بعض الزملاء والاخوياني معايا في الفريق خلاصولي اياه وانا مان ادار ايش قد يسير بس قد اقتل بس ولكن فيه اشياء كثيرة من بابليك افنت وهذا الشي اللي مرة استانست فيه حتى الدروبس اللي في بابليك افنت سيعطيك اشياء حلوة يعني حتى الگيرز والاسلحة والدروع والانجرامز ينزلك اشياء مرة حلوة حتى لما تخلص من البابليك افنت هيجيك زي الشيست والصندوق تفكو ويعطيك الاغراض اللي فيها وثاني جاي من اكثر الاشياء مرة مرة استانست فيها الاندينج زون سارت حين الان بامكانك انك تختار خمسة مناطق في الكوكب تنزل عليه في الجزء الاول كان عندك منطق واحدة في الكوكب تنزل عليه اللي هو البترول كل انا عارفين هذا الشي بس ولكن في الجزء الثاني في كل كوكب في له اكثر من مكان تقدر ترسبن عليه وتبدأ منه وايضا فوق هذا كله من الشي الجميل جدا ان يمديك تتنقل الى المواقع هذه وانت داخل الكوكب وايضا بامكانك انك تتنقل من كوكب لكوكب من غير متروح الوربت وهذا الشيء يمكن تعرفون من اول عرض ليل لعبة دستيني الجزء الثاني فصار فيه تنقل سريع هذا شيء جدا رايع يختصر عليك وقت كثير وايضا لما تتنقل من كوكب لكوكب مرة سريع وهذا الشيء مرة مرة استعنست فيه بس ولكن فيه شيء بسيط كان مضايقني اللي هو طريقة اختيار المهمات اختيار المهمات في الجزء الاول كنت تعرف انك تطلع الوربت تختار المهمة تخش على طول بس لكن في الجزء الثاني شوية اختلف الموضوع لازم تخش على نفس الكوكب كأنك بتسوي بترول وتروح تدور على المهمة نفسها وتحط علامة عليها في الخريطة تسهل عليك تعرف فين مكان المهمة بين تروح عند المهمة تلقى بدايتها تلقى تلقى عند باب لما يبدأ المهمة فهذا النوع ما يطول نظام اللعب زمان كان مديك تسوي من بره من الوربت لكن الان لازم تخش في نفس الكوكب يعني بعض الوقات تكون مفيدة بعض الوقات تكون مهمة لانه مدى تكون مفيدة لما انت تكون داخل المهمة او داخل الكوكب وتسوي بترول فعتلاقي المهمة بعض الوقات قدامك تقول اوكي طفيشت من بترول خينا سوي المهمة هذي فهذي الوقت الوحيد اللي اتوقع انه راح يفيدك من ناحية البيئة والموسيقى في اللعبة فدائما يبدعون في هذا الشي لعبة دستيني يعني شفنا في الجهزة الاول كانت بيئة حلوة بسوة لكن في الجهزة الثانية بيئة اكبر واحلى بكثير وايضا الموسيقى ما على اخلاف الجهزة الاول كان حلو الجهزة الثانية ايضا حلو بصراحة وكمان من اشياء اللي شفتها تحسنت فهم الاعداء والذكاء الاصطناعي عند الاعداء لحظت انه ساروا يتصرفون بطريقة احسن لقيت انه عندهم هجمات مختلفة عن الجهزة الاول صح انه في اعداء موجودين من الجهزة الاول وايضا موجودين في الجهزة الثانية بسوة لكن بطريقة احسن تلقاهم لهم حركات اخرى تلاقي بعضهم عندهم اسلحة مختلفة تلقى لهم هجمات شوية تحسنت بس من اكثر شي حسيت انه تحسن هو الذكاء الاصطناعي من الاشياء الثانية اللي عدلوها في الاعداء اللي هو الدرع اللي يجي عليهم بعض الاداء يجي عليهم درع تتذكروا في الجهزة الاول بعضهم يكونوا مرة غفثين ويدوبك تكسر الدرع حقك وترجع تبتعشك السلاح حقك الفترة البسيطة ديها بس انك تعشك السلاح والتي تعطيه بس ثلاثة ثوانية يهرب تلقى الدرع حقه يرجع على طول لكن في الجهزة الثانية من اجمل الاشياء واحسن الاشياء اللي مرة دخلت مزاجي انه الدرع حق العدو مايرجع بسرعة يعطيك فترة عبال مايرجع يعني عندك فترة انك فرض ان تلاحقه او انك تعشك السلاح من جديد فهذا الشي مرة ناسابني بصراحة من الاشياء الجديدة لايضافوه هي مهمات المغامرات كلانا نعرف انه كان في الجهزة الاول فيه البترول وكان فيه الببليك، وفيه اشياء ثانى مهمات الجانبية بس ولكن كل هذا الاشياء اللي انا ذكرتلكم يا موجودة في الجهزة الثانية ففيه البترول وفيه المهمات الجانبية الاشياء هذي بس ولكن فيه مهمة اسمها المهمة شوية مختلفة عن البقيية تروح يديك مهمة بسيطة تسويها وبعدين في النهاية يجازك بمكافأة جدا حلوة فالمغامرات فيها شوية أماكن جديدة وطرق مختلفة في إنهاء هذه المهمة فأنا بصراحة استمتعت فيها أنهم أعطونا أشياء جديدة في اللعبة جابونانا أشياء حلوة من الجزء القديم وأيضا من الأشياء اللي ما كانت مرة عجبتنا من الجزء القديم وحسنوه في الجزء الثاني أحد الأشياء اللي شوية ضايقتني في اللعبة أنه الـ MPCs اللي هم الكمبيوتر اللي تتكلم معاهم وتأخذ تعطي معاهم وتأخذ منهم أغراض ما تحس إنهم لهم قيمة تحس إنه حتى لما يتكلم تحس إنه شخصية ميتة ما منه يعني فائدة إنك تتكلم بس اللهم الفائدة الوحيدة إنك تأخذ منه أسلحة تأخذ منه مهمات أشياء زي كذا بس ولكن تفاعلوا معاك بصراحة جدا جدا ميت ما تحس إنه فيه أي حماس يوم تتكلم معاهم الصناديق اللي تلقاها في البترول وإنت تلفلف في البترول أو في أي كوكو بقد تلفلف فيله فيله فائدة بصراحة تحس إنه لها قيمة أكثر لما تدور على صناديق تلقى فيها أشياء حلوة كأسلحة أو دروع أو فلوس زيادة أو فرضا كونز معين الأشياء تشتريها بعدين لقيتنا لها قيمة أكثر من الجزء الأول وهذا أيضا شيء من رحمسنا على الجزء الثاني وإيضا الهاي فاليو تارغتس موجودين في اللعب وتلقاهم متوزعين كذا ويطلعون لك بأماكن عشوائية وعشوائية وإيضا بزمن عشوائي تصيدهم دائما دائما ألقاهم يعني في الفترة أنا لعبتها يمكن قابلت ثلاثة وأربعة وزيما أنتم شايفين قدامكم فيها الضيخة دالي قدامكم هتلطش منه بس في النهاية قتلتوا أيضا بيعطيك دروبس مرة حلوة وإدي أشارككم معلومات أكثر بس ولكن في فيديو بينزل بتكلم عن كل صغير وكبير وشفتها في لعبة ديستيني الجزء الثاني وهذا المقطع رحينزل إن شاء الله في 5 ستمبر وأيضا حب أقول لكم على ضمانتي أنه راح تناسب جميع الناس اللي لعبوا ديستيني 1 الجزء الثاني أبدعوا فعليا أبدعوا حبكوا الموضوع من جميع النواحي وأتمنى يا عزيزة مشاهد أنك تلسل المقطع ذا لأي أحد من أصحابك يحب لعبة ديستيني لأنه أنا العربي الوحيد اللي جربت اللعبة بنسخة مطولة وكذا نوصل إلى النهاية وإن شاء الله عجبكم المقطع وإذا عجبكم لا تنسونا الضغط على الزر اللايك والنشر عند أصحابكم ويعطيكم ألف عافية وكان معامكم ممرانا الحازبي ونشوفكم على ألف خير ومع السلامة صاح انتظرونا يوم 5 ستمبر جاء ننزل لكم كل صغيرة وكبيرة